يريد في خدمة كل واحد أن يعطي الأولوية ربنا وليس لنا ما نعطيه للبا ولا حتى ما نعطيه للناس ترجمة نانسي قنقر ممكن أن أجاوب إجابة عامة لكن لو يقولولي بالزبط الكنيسة إيه والمشكلة إيه بالزبط أقدر أتدخل عملياً لحلها إن كانوا خايفين يقولوا السؤال سرًا يقولوا نهاره ما تذكرش اسمين أو يكتب السؤال بدون ذكر أي اسم لأن بالشكل ده مش هتتحلل المواضيع هتتحلل زي أنتوا تخافوا خلي عندكم جرأ شوية عشان تحلل تتحلل المشكلة قل لي تفاصلها زي واحد مثلاً بعد سؤال هل من حق أمين الخدمة التدخل في كل كبيرة وصغيرة من شؤون الكنيسة قل لي في كنيسة إيه وأنا أشوف الموضوع وجايز أجيب الشخص وأعود معاه وجايز أعمل حاجات كثيرة من أجل إصلاح الجوة عندكم لكن تقول كده وكسؤال وتفضل تعبان وكاتم في قلبك وبتغلي والحكاية ما تحللتش وفرضت ألك إجابة وفضلة المشكلة القائمة يبقى عملنا إيه خليكوا كده يكتبوا هالي بتفاصيل وممكن يكتبها في جواب وقول لا يفتح إلا بمعرفة فلان وتأكد ما فيش حد من السكرترية بتاعتها يفتحه معهد الدراسات الإبطية بيعلن عن مناقشة رسالة الدكتوراه مقدمة من خريق معهد الدراسات الإبطية السيدالي السمير يحيى جمال وموضوعها الطلب والسيدالة عند الأقباط هحضر أنا المناقشة دي وهيحضر في اللجنة أستاذ الدكتور رفعت كامل أستاذ الجامعة والدكتور محمد عمان فضلي والدكتور شوي عطل أستاذة بالجامعة برضو وده في يوم السنين اللي جاي على طول عشرة يوليو بالساعة السادسة مساء غالبا بعد السادسة بشوية الجميع مدعوون عشان يشوفوا يحكي تغطبوا السيدالة عند الأقباط السؤال ما هو الفرق بين الروح التي نفخها الله في الإنسان والروح القدس المكفوز في المعمودية هو السؤال في شيء من الخطأ نصحح الخطأ ونجوم بالسؤال لعله يقصد الروح القدس المأخوز في سر الميرون لأنك أنت في المعمودية مش بتاخد الروح القدس أنت بتاخد الروح القدس في سر الميرون وناس كتير كانوا تعمدوا وما أخدوش الروح القدس كما ورد في أعمال 8 وأعمال 19 بالنسبة لإيمان أهل السامرة وأهل أفلس فالروح القدس أنت بتاخده في سر الميرون لكن الروح القدس في سر المعمودية بيعطي قوة للماء أن الإنسان يولد منه ولادة جديدة وفي الولادة الجديدة تغفر له الخطايا القديمة يموت الإنسان العتيق يولد إنسان جديد على سورة الله أما النفخة التي نفخها الله في آدم فهي نسمة حياة يعني منحه الروح البشرية التي صار بها إنسانا حيا كائنا حيا بيقول نفخ الله في آدم نسمة حياة فصار آدم نفسا حيا صار آدم نفسا حيا يعني أعطاله الحياة شوية تراب مادة لا حياة فيها فنفخ فيه الله نفخة حياة دي غير النفخة اللي نفخ المسيح في التلاميذ في يحنى عشرين اتنين وعشرين اللي أعطاهم بيها الروح القدس في سر الكهنونس واحد بيقول تقدمت لخدمة فتاة عن طريق الكنيسة وبعد أتمام الخدمة لاحظت تغييرا ملحوظا في سلوكها تتكلم بألفاظ غير مهزبة لا تذهب إلى الكنيسة قطعيا ذهبت إلى العمل في الوظيفة بدون علمي مع اتفاق بيني وبين وديها فإنها لا تذهب للعمل على أساس أن دخلي يكفي ويزيد فأرجو توبيهي بعد أن رفضت الارتباط بي يعني هي خلف الكلام ومشيت غلط ورفضت الارتباط بي ولا يريدون إعطاء الهدايا والشك طبعا مدام هم رفضين يبقى من حق يفض الهدايا والشك فماذا أعمل لكي أضمن حقي هل يمكن فك محضر الخطوبة في عدم وجودك ما هو لو فكوا محضر الخطوبة في عدم وجودك يبقى من حق تفض الهدايا والشك يبقى هم اللي طبين الفك وهل ما أحضرت من أجهزة وهدايا وشبكة تضيع إذا هم فكوا يبقى من حقك أنك أنت تأخذ هدايا بيقول على أساس أنهم مقربون للكاهن الذي كتب المحضر ولهم صلة كبيرة ببعض المراكز المرموقة في الكلوص شوف يا الكاهن مفروض أنه يكون ناس إنسان حقاني والمراكز المرموقة في الكنيسة لابد أن تكون حقانية وعادلة برضو الشكوى دي جتني بدون أسمان اكتب للإسم والعنوان والكنيسة والكاهن والمراكز المرموقة وأنا أجيب لك حقك على الأخ وأحنا نجيب لك حقك على الأخ ونشوف الموضوع ونحقق فيه جايز هما يقولوا كلام غير كلامك جايز فاكتب لنا بالتفصيل وحضطها في ظرف وقول مشكلة الخطبة وفكها والشبكة وإذا حبيت برضو محدش يقراها أقول لا يقراها إلا فيها واحد بيقول للمزمور 150 به دعوة صريحة للتسبيح بآلات موسيقية عديدة لماذا إذن ألغت الكنيسة هذه الآلات هو داود كان بيسبح مش ضروري جوه الكنيسة أو جوه الهيكل أو جوه الخيم داود كان بيقول مزميره على فرقة موسيقية لكن مش ضروري جوه الهيكل أو جوه الخيم يعني ما تاخدهاش مقياس داود كان شاعرا وموسيقيا وله فرقة موسيقية أحيانا تتكون من ستين واحد وليهم آلات موسيقية عديدة ويبتدي يقول يقوله وبعدين يقول سلاة يعني وقفه موسيقية ويبتدي يتغير النغم ونخشه بدور تاني فمش معنى كده أن الحاجات دي كانت جوه الكنيسة أو جوه الهيكل أو جوه خيمة الاجتماع سؤال بيقول أصبح الكثير من المسيحيين يلغوا عبارة الحلال والحرام ويستعدون عنها بعبارة يليق أو لا يليق فنربو توضيح هذا المفهوم لأنه أخذ في الانتشار ويزعمون أن عبارة الحلال والحرام ليس لها وجود في الكتاب المقرس لا فيه طبعا عبارة الحلال والحرام يعني مثلا لما يحل المعمدان يقول له لا يحل لك أن تأخذ امرأة أخيك إذن تزور بامرأة الأخ حرام بيقول له لا يحل لك ومش حلال والأشياء المحرمة موجودة وكلمة حرام موجودة في الكتاب المقرس فاللي بيقول له موجود ومش موجودة غير على الأقل موجود شر وخير كلمة شر وكلمة خير إيه الفرق بين عبارة الحلال والحرام ويليق أو لا يليق الحلال والحرام يعني فيه شيء خطية أو برق شر أو خير غير قابلة لكتب أما يليق أو لا يليق يعني الموضوع ممكن يمر كويس بس غير لائق يعني مثلا كن أنك أنت تاكل ساندويتش في الشارع وماشي تاكل في الشارع ده أمر لا يليق لكن ما نقدرش تنور حرام يعني مش خطية في ذاته لكن أمر غير لائق تمشي في السكة تأسأس تربس وترمي القشر ما حدش يقول أكل بتربس حرام لكن تقول أنك تاكلوا في الشارع أمر غير لائق غير إيه لائق لكن توسيخ الشارع بالقشر ده حرام أنا بس بقول أين يوجد اللائق وغير اللائق كون أنك أنت تتكلم بصوت عالي غير لائق لكن ما قدرش أقول حرام لكن غير لائق فيه أشياء غير لائقة يعني من جهة الحرام مش ضد آية من الآيات لكن ما فيهش نوع من الزوق أو ما فيهش نوع من اللياقة تصرف ما فيهوش زوق أو ما فيهوش لياقة ده يبقى لائق أو غير لائق لكن حرام مدام خطية مدام خطية يبقى حرام هنا ما فيهش لائق أو غير لائق مدام خطية يعني نقول على الكتب لائق أو غير لائق نقول على الزنا لائق أو غير لائق نقول على الظلم لائق أو غير لائق لا فيه حاجات حرام يعني حرام أما لائق أو غير لائق دي في التصرفات اللي مش حرام في ذاتها لكنها غير لائقة. تخش مسلا في بعض ازيان. تخش في بعض التصرفات معاملات غير لائقة. سؤال. لماذا لا تكمع قدر ستكم مجموعة المقالات التي كتبتها عن القيامة في كتاب اشبه بازغول الام حاضر ان شاء الله. قلتم ايضا كثيرا عن صدور كتاب عن الارواح فمتى نرى هذا كتاب الذي ننتظر وفارغ الصدر. تقول ننتظر بطلوع الروح. ان شاء الله نطلحه. واحدة بتقول منذ عشرين عام وانا في خلاف معذوبي. الموضوع ده ارجو تتقدمين به الى المجلس الاكليريكي لان ما نقدرش المشاكل الزوجية نحلها على مستوى اجتماع عام. دي فيها كلام وحديث واخت ورده ومعرفة هو يقول ايه وانت تقول ايه وتحقيق. اتقدمي للمجلس الاكليريكي من اللي انت عايزه. واحد بيقول عندما ارسل الله ملاكه بالاستجابة لطلب دنيان. الم يكن الله يعلم ان ملاك الظلمة سوف يقابل دنيان في الطريق ويؤخر وصوله. واذا كان الله يعلم فلماذا لم يرسل رئيس الملائكة مخايل منذ المداية؟ ربنا يعلم العقبات الموجودة لكن عايز يدينا درس ان ممكن رئيس الملائكة يعطل ملاك والملاك الادسين. لغاية لما يجي مخايل الرئيس الكبير يقدر يقف قصاد. ربما درس لنا في معرفة ايه قوة الشيطان ومعرفة ايه قوة الملاك بخيل اللي هي اقوى من قوة الشيطان. ربنا بيعرف ان فيه ضيقات هتيجي ويعرف انه هيحل الضيقات. يعرف ان فيه ضيقة ويعرف انه هيحل الضيقة. لكن كون ان الله يمنع الضيقات خالص يعني يمنع الشيطان من انه يشتغل خالص لسه ما جاش معاده. هيجي معاده بعدين. وبعدين بيقول نعلم ان ابنتي لوت انجابه نسل الى اخره فهل هذا النسل يعتبر نسل زنة? طبعا نسل زنة وكان محرم دخوله في جماعة شعب الله باستمرار. يعني كانوا من النسل اللي ممنوع دخوله في شعب الله. سؤال تالت نعلم ان الانجيل كتب الوحي من روح القدس. فمن الذي كتب وسطر الاسفار العهد القديم برضو موحى به من الروح القدس. يعني مش الانجيل بس العهد القديم والعهد جديد. الكتاب بيقول كل الكتاب موحى به من الله ونافع للتعليم والتهزيم. كل الكتاب عهد القديم وعهد جديد. وبيقول ايضا لم تأتي نبوة قد من جهة انسان بل تكلم بها اناس الله القديسون مسوقين من الروح القدس. كل الكتاب. العهد القديم كتبوا عدد كبير. يعني الاسفار الخامسة مثلا كتبها موسى. الاسفار المزامير كتبها داود. الحكمة ونشيد الاناشيد والامثال كتبها السليمان. يعني فيه حاجات كتير كتبت. حاجات كتير جمعت ايام عزرة الكاهن. حاجات كتبت موسطة انبياء كبر وانبياء صغار. لكن كل خطب هو واحد من الروح القدس. السؤال بيقول ايه? مقدم لقد هيستكم شكوانة من اب راهب يسمى ابو نفلال. هذا الراهب يقيم في شقة مش في شقة بشرة الترع الملئية. ويستغل لقب الرهبان في اعمال السحر وعمل الاعمال. يستغل بيها الاموال الطائلة من الشعب واقنعهم ان هذا المال ليس له ولكن هذه التبرعات للدير. طبعا كل ده نصر. لا يمكن دير ياخد فلوس عن طريق السحر وشعوازة. والراهب ده بالذات مطروض من الدير اللي كاتبين اسمه على القلم من اكتر من عشرين سنة. من اكتر من عشرين سنة. انا شخصيا لو شفته ما اعرفوش. ارجوك وقلت الكلام ده مرارا وتكرارا. لا تتعاملوا مع اي راهب ساكن في العالم او يخش بيوتك. دول ناس مطروضين ومشلوحين ونصابين. عايزين اكتر من كده? لا الراهب ده اللي بيه? يقعد في شقة. ده يبقى راهب? يبقى راهب من اين? اما يقعد في ديره? لا اما يقعد في الكنيس لكن يقعد شقة ده يبقى راهب? ما تتعاملوش مع هؤلاء الناس ابدا. لان الزوان موجود وسط الحنطة. والاشرار موجودين بكل نوع وكل شكل. مشكلتنا الكبرى مع هؤلاء الناس ان ما فيش قانون في البلد يحدد يحدد لبس الملابس الكهنوتي. حاولنا ان احنا نوم سل كده. بيبقى مشلوح وبيبقى ممنوع من رهبنة ولابس لبس كهنوتي. وبيشتغلوا بالنصب والاحتيال. لو اي واحد من دور قلقوا انا بكبع فلوس للدير. قلولوا احنا مركز الدير بعروف في القاهرة نروح نتفحوا. كل دير ليه مركز موجود مقر موجود في القاهرة. لكن ما تدوش فلوس لراهب يتمشى ويقول بين البيوت ويتصل بالناس. انا طبعا مسؤول عن كل الاديرة. ما فيش ولا دير مكلف رهبان بانه يجمع له تبرعات. وانا عملت اعلان في مجلة الكرازة عن راهب من الرهبان. برضو بيقول بجمع الاديرة وهو لا والراهب ده اسم تاني. وجدتني شكوى من واحد لسه استلمتها النهاردة. ولا مبارك مش فاكر. بيقول لا واحد ماشي في السكة راهب فاركبه معه في العربية فاتسرقت منه فلوس. انتو عارفين اللي لابس ده لابس ايه? ما اي واحد ممكن ينبس. يعني اه حاجة سهلة صعبة ان الواحد يجيب له عم سودة ويجيب له دان ويجيب له قلبية سودة. دي سهلة خبس. سهلة خبس. وممكن اي واحد يلبس اي نبس. وحتى لو كان راهب حقيقي ما تعرفش مشلوح ولا مش مشلوح. فاحترسوا من هذه الامور. لكن واحد ينشي غلط ويجي يقدم لي شكوى. ده ده المجمع المقدس نفسه وطلع قرار ونشرته في المجلة ان الرهبان ما يروحوش البيوت. وانه كنتو ما تستقبلوش حد من بيوت في بيوتك ومنهم. انتو احرق. غوي الناس ينصبوا عليكو. غوي الناس يخطئوا اليكو. انتو بقى بقرادتكم. لكن احنا بنقول ممنوع تستقبلوا ناس في بيوتكم. وممنوع تدوا تبرعات لناس يقولوا احنا رهبان. كل دير معروف مقر. روح اسلم لنفس الدير. عارفين لو راهب من دور. قال لك انا جاي. اجمع تبرعات للدير. وقلت له طب خليك معاي شوائي لما اتكلم في التليفون هتلاقيه فكيك. على طول. وان فضل قعد معاك اضرب لنا تليفون ونجي نستلبه منه. سؤال تاني. واحد بيقول هل في عياد القديسين تحنط اجسادهم ام لا تحنط. لا مفيش تحنيط يابدو. ده التحنيط بيحنته انسان لسه ميت دلوقتي. فبيحنتوه عشان يستمره. لكن القديس اللي بقاله اربعتاشر قرد من خمستاشر قرد من ستاشر قرد. ده بقى شوية ازامة. حتى ان كان جسده محفوظ بيبقى محفوظ داخل انبوبة مغلقة. والانبوبة دي انبوبة من الجلد. ولما بيجوا. اه تلاقي ده. تلاقي صاحب السؤال ده. افتكر لما بنتهنه بالحنوط والاطياب يعني بنحنطه. لا الحنوط يعني نوع من العطور. مش حنوط يعني انتحنيط. اسمه حنوط لكن هو نوع من الاطياب والاطياب والعطور يسموحه نوع. نوع من الاطياب والعطور. والاسنسات بتاعت بعض العطور ايضا. يعني احيانا نستخدم المسك مثلا. ويتحط على انبيب الادسين. وبعض عطور اخر. ولذلك لما احنا بنتهن انبيب الادسين بالاطياب والحنوط تظل يمكن الرائحة في ايدينا يمكن ثلاث الاطياب مهما غسلناه لامن الجلد بيمتص شويه منها. فالحنوط مش معنها طحنيط. معنها نوع من العطور والقطياب. واحد يقول لي كيف يتسنى لأحد افراد الشعب المسيحي ان القابل القدس. يبني الاف من ناس بيابلوهم. ده تطلع لاشعر اللي. الاف من ناس بيابلوهم. ممكن تيجي الباب المقرر وتقول لنا عايزة قابل فلان. بس ما نجيش في زحان يعني نخرج من الاجتماع يلاقي كزا الفة في الاجتماع وكزا الفة بره. وكلهم يقولوا عايزين نقابل. اقول لكم بقابل لي. مش معقول يعني. اختار وقتا. وقت مقبول مساعد خلاص. وعلى الان لان كنت انا مجهول ابقى اطلب يحددولك معادي. لان ساعات واحد ييجي. واكون انا عندي موعيد بالدقيقة كزا ورا كزا ورا كزا كلها. فايه بيقول انا جيت وانتظرت ساعتين وما قابلتش. هقابلك ازاي يا ابني ما انا مشغول بموعيد اخر. فانت اطلب معادي ويحددولك معادي. ويا ريت لو في مشكلة معينة اكتبها واحنا ندرسة قبل ما نقابلك. واحد بيسأل على الاية بتاعت لا تدعو لكم قبل على الارض. مشروحة شرحا وافيا جدا في كتاب الكهنود. عليها كزا صفح. اقروها هناك. واحد بيقول من هو اخي توفل. اخي توفل كان انسانا حكيما في ايام داوود النبي. وكان من المشيرين اصحاب المشورة من المستشارين الكبار. اللي بيشوروا داوود نفسه. يعني داوود النبي كان بيستشيره. وبعدين حصل ان لما ابشلوم خان داوود. ابشلوم ابن داوود. لما خان داوود وكون له بيش لوحده ودخل في حرب مع ابيه انضم اخي توفل الى ابشلوم. فطبعا هيدي ابشلوم مشورة تضيع داوود. فالناس كانوا بيصلوا وقولوا يا رب بدد مشورة اخي توفل. يعني ما تسمحش ان المشورة بتاعت اخي توفل تنفذ وإلا ممكن تضيع داوود. لانه كان راجل زكي جدا ويعرف يدبر المؤامرات. وفعلا ربنا بدد مشورة اخي توفل بان احد المستشارين الاخرين من اتباع داوود كان راح لابشلوم متظاهر بانه معاه وفشل مشورة اخي توفل. فاخي توفل رجل الحكيم استغل حكمته في الشر. فاحنا بنقول بدد يا رب مشورتهم زي ما بددت مشورة اخي توفل. يعني ما تسمحش ان المشورة الخاطئة اللي تأذي الكنيسة انها تنفس. بدد هذه المشورة يعني ما تخلهاش تنفس. واحد بيقول المسيح بيقول هو الطريق الحق والحياة وهو ايضا القيامة الحياة. ومن يجده فوض فقد وجد الحياة ومن امن به ولو مات في السياحية. بيقول ازاي يقول من امن به ولو مات في السياحية. وبيقول ايمان بدون اعمال ميت. فكيف يكون الايمان ميت وهو ايمان برب يعني ايمان بدون سمر. يعني واحد يؤمن وما بيعملش اعمال صالحة. يبقى ايمانه ده لا يخلصه. ازاي واحد يؤمن بربنا وما يعملش عمل يليخ بربنا. السيد السيد المسيح لما اليهود قالوا له احنا اولاد ابراهيم اللهم لو كنتوا اولاد ابراهيم كنتم تعملوا اعمال ابراهيم. لو كنتم اولاد ابراهيم تعملوا اعمال ابراهيم. فاللي يؤمن بالمسيح لازم يؤمن بكلامه لازم يؤمن بوصاياه. فما تاخدش مجرد الايمان بلا ثمر الكتاب بيقول كل شجرة لا تصنع ثمرا تقطع وتلقى في النار وبيقول من ثمارهم تعرفونهم فالانسان من ثمر يعرف اذا كان مؤمن والمجر مؤمن وكلمة ايمان كلمة كبيرة جدا في معناها الايمان ليس مجرد الايمان النظري لان الشياطين يؤمنون ويقشعرون يعني عارف ان ده ربنا لكن ما بيمشيش حسب وصيار فعلشان الانسان يؤمن بالمسيح يبقى يؤمن بالطريق المسيح يبقى يؤمن بالروحيات تب خد ناسا اللي بيقول ايمان الكتاب بيقول لو كان لي كل الايمان حتى انقل الجبال وليست لي محبة فلسته شيئا لو عنده كل الايمان حتى ينقل الجبال ومعندهش محبة فليس شيئا والمحبة حاجة واحدة بس من الوصايا الموجودة فالشخص المؤمن الحقيقي هو المؤمن اللي سالك في طريق ربنا ولو كان ما بيعملش عمل صالح يبقى في الحالة دي لا يخلص تقول لي ايمان طب هقولك على حاجة السيد المسيح تكلم عن الديونة في اليوم الاخير فقالها ييجي الناس اللي يوقفوا على الشمال اقول لهم كنت جوعانا فلم تطعموني كنت عطشانا فلم تسقوني كنت عريانا كنت عطشانا فلم تسقوني كنت عريانا فلم تكسوني الاخر هذه كلها اعمال ودول اللي لم يطعموا الجوعان ولم يسقوا العطشان يذهبوا الى النار المعبدة مع ان قالولوا متى يا رب رأيناك جوعانا متى يا رب رأيناك عطشانا فيؤمنوا ان هو الرب لكن مع ذلك ذهبوا الى النار المعبدة لان ما كانش عندهم رحمة والرحمة اعمالي والسيد المسيح لما اتكلم في العز على الجبل المن يسمع كلامي ويعمل به وشبهه ببيت مبني على الصخر من يسمع كلامي ويعمل به يعمل به باعمال وبرضو في اخر العز على الجبل قال ليس كل من يقول لي يا رب يا رب يالس من كدس اموات بل الذي يعمل اعماله يعني مش اللي بيقول مجرد يا رب يا رب لكن اللي بيعمل الاعمال الصالحة وفي احدنا الاولى اصحاح اثنين اية تسعة وعشرين بيقول ان علمتم انه مبار هو فاعلموا ان كل من يفعل البر مولود منه يبقى اللي من بيفعلش البر ده مش مولود منه مش بتقول ايمان طيب الكتاب بيقول المولود من الله لا يخطأ ازاي هيبقى مؤمن وابنه لله وبيخطأ نصحتي ليكم ما تاخدوش اية واحدة في الكتاب المقدس وتمشي بيه خد الكتاب كله ككتاب وامشي بيه لكن اية واحدة ما تنفعش لا تعطي معنا متكاملا واحد بيقول انتقل من بلد لبلد لأسباب الشغل ومضى سنوات طويلة بدون ما يعترف هل ممكن يعترف في اي مكان ممكن حكاية السفر دي مش معناها انه بعد عن اي اعترافه عن يبطل يعترف على اي واحد مدن في بلد تاني واحد بيسأل على ازاي المسيح جلس عن يمين الاب تلاقوها موجودة في كتاب سنوات ما اسئلت الناس اقراها انا شرحها بمعلم تفصيلي واحد برده بيقول لي ماذا يتزوج المسيح امرأة واحدة مع انه لا يوجد نص واحد في العهدين بذلك ده انا مطلع كتاب قد كده عن شريعة تزوج الوحدة في المسابين روح اقرأ كتابته انا فاكر مرة من مرات لما كانت طبعة الطبعة الرابعة لهذا الكتاب على ما اظن بديمت اتنوش ارسامة تقريبا وبعدين كان واحد صاحب المستشار فات علي فدته كتاب ده بتاع شريعة الزوجة الوحدة في المسابين قال لي ده معناه ايه كتاب ده عن ايه وقلت له على ان الواحد ما ياخدش غير زوجة واحدة قال لي احنا قادرين على الواحدة لما ناخد قذب يعني من غير كتاب من غير كتاب واحد بيقول مفرد ان شخص ما ذهب واعترف عند كاهن وانه في اعترافه انه قتل شخص وهارب من هذه الجريمة وكان احد اقارب الكاهن متهم فيها فما نوقف الكاهن علما باننا نعرف ان الكاهن لا يمكن ان يضيح بالسر الاعتراف ليس مجرد اعتراف والكاهن مش مجرد انه بيقرد تحليل الكاهن لازم يقود هذا الشخص الى التوبة لازم يقوده الى التوبة يعني مش بس يقول الله يحلك لازم يقوده الى التوبة فان كان ارتكب جريه اتقل هو واحد معرض انه يعدل بداله ظلما يبقى مش تائب اذا ترك هذا المتهم البريء يموت يبقى انسان مش تائب احسن حاجة ان الكاهن يقود الى التوبة ويفهم اهمية حياته الابدية مش مجرد الحياة على الارض ويفهم انه هو لا يظلم شخصا يموت بسببه ان كان ما يقدرش يقدم نفسه يموت عن خطيته فعلى الاقل ينقذ الشخص الاخر انه منتهم ظلمه ازاي ليها طرق كتير ليها طرق كتير ليها طرق كتير انه كان عدم وقوف الشاب مع الفتاه في الكنيسة في الكنيسة الكنيسة مكان اجتماعات ابن من النظر وهل هذا خطأ اذا كان البعض يأخذها كاخوي دي فاكرني فاكر مرة وانا مسقف كان واحد من القصرات الجامعية كنت قاعد مع القصرات الجامعية وبعدين واحد من الشبان قال لي فيها ايه يعني لما الواحد يحب واحدة ويمشي معها حب بريق قلت له طب افرد ان اختك واحد خدها ومشي معها مشي بريق تعمل ايه قال لي دي نقتله قلت له اش معنى يعني تسمح لنفسك بل حاجة لما تسمحاش لغيرك اذا يصحان اشيء بريق ايه مقلب لشيء غير بريق سؤال هل خلص سليمان ان لا خلص سليمان ودليل توبته سفر الجامعة اللي قال فيها ان باطل الاباطين الكل باطل وقبض الريف ولكن الدليل الاقوى خالص النص الكتابي ان ربنا لما بشر داوود بان مملكة تدوم وابنه يجلس على عرشه قال له ان اذا اخطأ اقدبه ولكن لا انزع رحمتي منه اقدبه ولكن لا انزع رحمتي منه فربنا اقدبه بان مملكة انهارت لكن لم ينزع رحمته منه وسليمان تاب في اخر ايامه وزي ما قلنا دليل توبته سفر الجامعة واحد بقول عندما اذهب لاعترف يكون دائما اب اعترافي مستعجه يسألني اسئلة ورا بعضها ويكون ربي له فهل يحق لي ان اغير اب اعترافي هو برضو لازم ترحمه اباء الاعتراف يعني اب الاعتراف ده وقت محدود وفي ناس بيجوا عند اب الاعتراف يحقه وفي واحد يجي عند اب الاعتراف ويلاقي تلاتين اربعين واحد منتظر وهو مدام دخل جوه ولا يهمه بعد تلاتين اربعين ياخد راحته على الاخر ويبقى الاب الان على الناس اللي منتظرين وصح ابنا مش همه فبرضو خليكوا مركزين في اعترافاتكم ويسبكوا من الاشياء التفاصيل اللي ملهاش لازمة واتكلموا باعتراف مركز ما ياخدش وقت طويل عشان غيركم مش بس عشان قبل الاعتراف عشان غيركم زملائكم البقية يعني مثلا افردوا ان منطقة اب الاعتراف مسؤول فيها عن متين وخمسين عائلة يعني حوالي الف نفس الالف نفس دول لو قعد مع كل واحد ربع ساعة يبقوا محتاجين لمتين وخمسين ساعة متين وخمسين ساعة لو قعد ياخد اعترافات خمس ساعات كل يوم ومش ما اقول كل يوم يبقى عايزة خمسين يوم اعترافات خمسين يوم اعترافات فلو خلى اربع طياب اعترافات في الاسبوع يبقى يبقى في الشهر ستاشر يبقى الخمسين كل ثلاث تشهر بقول لي دانا الربع ساعة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا